اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني اهلا ومرحبا بكم في قناة مصر للتعليم الفني بفكركم انحنا بنتابع مع بعض خلقات شرح تطبيق ميكروسوفت اكسل المقرر على طلبة التعليم التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول الحلقة اللي فاتت عملنا مراجعة شاملة على الاجزاء اللي احنا شرحناها قبل كده اعايز اقول اننا يعني باذن الله كده لو احنا ركزنا في المهارات اللي احنا تعلمناها مش هيحصل عندنا تداكل في اي مهارة من المهارات اللي كنا تملي بنشتكي ان احنا مش عارفين نفرق بينهم فاحنا يعني استوفناها شرحا ورجعوا الحلقة اللي فاتت لو في عندكم تداخل في هذه المهارات علشان ان شاء الله ما يحصلش تداخل تاني وتبقوا عارفين المعلومة صحيحة وكملة خدنا كمان مجموعة من الاسئلة متمثلة في سين وجيم ويجاوبنا عليها علشان نأكد المعلومة اللي احنا اتعلمناها في الحلقات السابقة كمان خدنا فكرة سريعة عن امر الطباعة علشان اطبع ملف وان شاء الله في الحلقة دية هنكمل بقية الاوامر او المهارات المرتبطة ببرنامج ميكروسوفت اكسل طبعا احنا اي مستند بنكتبوه او بننفزوه او بنحفظوه احنا اكيد هنحتاج ان احنا نطبعوه صحيح احنا في المدارس او في المعامل ما بنستخدمش الطبعات بصفة مستمرة او بصفة دورية او بنحتاجها في ان احنا تكمل الشغل اللي احنا بنشتغله في بعض المهارات بنتعلمها ونكتفي ان احنا بنشوفها على شاشة الكمبيوتر بتاعنا ولكن في مهارات اخرى بنضطر ان احنا نطبع ورقه ورقتين علشان نشوف شكل الشغل بتاعنا النهائي او المهارات اللي احنا تعلمناها تنفزها عمليا من خلال الطبع ولكن لما نخرج للحياة العملية ونبقى موجودين في سوق العمل وفي بيئة العمل امر الطبع او مهارة الطبع هنستخدمها بصفة مستمرة لان ما فيش اي منظمة او هيئة او مؤسسة او اي مجال عمل بيئة عمل ايا كانت ما بيستدعيش الشغل بتاعها ان هي تطبع ملفات ورقية فعملية الطبع هي تحويل الوسائط الالكترونية اللي احنا بنستخدمها الملف الالكتروني بتاعي او الملف اللي نرجع بالزاكرة للخلف كنا بنسميها لغة الالة واحنا بنترجمها برامج ميكروسوفت اوفيس ترجمة هنة في صورة مقرؤة ده مفيش غنى ابدا ان احنا نحولها الى شكل ورقي علشان المستندات الورقية مطلوبة في الحسابات مطلوبة في جهات كتيرة مطلوبة في المراجعة مطلوبة في التصحيح مطلوبة ان اكتر من مستخدم يبتدي يرجع عليها بتحتاج امضاءات امضاءات حية بتحتاج اختم حية فلازم ان احنا نتعلم ونتقن فن طباعة المستندات اعمالية الطباعة بتحتاج لمهارات وبتحتاج ان انا بيكون عندي المعلومات الاساسية عن ازاي اوظف الطبعة في ان انا انتج الملفات الالكترونية دي وحولها الى ملفات ورقية تعالوا مع بعض كده هو نشوف الطباعة طباعة المصنف وتحويله ولسورة ورقية زي ما قلنا امر لا غنى عنه اول حاجة نتأكد من توصيلات كابلات الطبعة وتوصفها وتثبتها على الجهاز الامر اللي هنستخدمه من خلال الكيبورد عشان نطبع كنترول بي من لوحة المفاتيح ونركز ان البيت الى اللي هي الدايرة بتاعتها من فوق او ان انا افتح فايل واختار الامر برينت فهتظهر لشاشة معينة عندي فهبتدي ان انا ايه اشوف شكل المستند ان احنا هنخول المستند من السورة الرقمية او الالكترونية اللي موجودة على شاشة الكمبيوتر بتاعي الى صورة ورقية في عندي جهاز طبعة الجهاز ده هوصله زي ما قلنا بجهاز الكمبيوتر بتاعي في عندي وصلتين لازم ابقى عارفاهم في عندي كابل اسمه كابل الداتا وفي عندي كابل اسمه كابل الباور يعني هلاقي خارج من جهاز البرينتر اتنين من الكابلات كابل داتا وده هيتوصل بجهاز الكمبيوتر بتاعي كابل الباور هيبقى متوصل بالطبعة ومتوصل بالفيشة اللي موجودة عندي في المكتب او في المكان اللي انا قاعدة فيه فيشة ايه كهرباء فمعنى كده ان جهاز البرينتر هيبقى فيه وصلة لللاب او للكمبيوتر اسمها كابل الداتا كابل الداتا ده هو اللي بياخد البيانات اللي موجودة في الورك بوك بتاعي ويحولها من بيانات رقمية بلغة الالة الى صورة مقروعة على ورقة الطبعة انما كابل الباور ده هيكون عشان يوصل الكهرباء ما بين طيار الكهرباء وما بين الطبعة بتاعتي تمام؟ طيب انا وصلت كله تمام الجهاز اتعرف اجهزة البرينتر زي ما قلنا الحديثة كلها بتتعرف مباشرة على اللاب او الكمبيوتر لو انا جايب اجهاز طبعة قديم شوية هحتاج قبل ما شغله ان انا اعمل عليه عملية تعريف لجهاز الكمبيوتر اللي انا شغالة علي وصلت كل حاجة وكل المؤشرات اديتني ان تمام الكهرباء وصلة كابل الداتا متوصل تمام اللونت اللي انا عارفها اللي بتدل على ان كل كابل بيؤدي المهام بتاعته بنجاح خلاص كده هبتدي اجيب الورق وابتدي احطه في البرينتر الورق ده بيبقى مقاسات الورق العاجل اللي احنا بنصوره اللي كلنا بنستخدمه غالبا كده كلنا بنستخدمه اسمه A4 فيه ورق اصغر شوية اسمه S3 فيه ورق اكبر شوية كل ورق وليه الحجم بتاعه فيه ورق اسمه فيه حاجة اسمها اللتر او ظرف الاظرف بتاعت الجوابات دي ممكن احطها في مكان الورقة في البرينتر تطبع لي عليها العنوان والاسم واي بيان انا عايزاه تمام طيب اه خلاص انا وصلت كل الوصلات وتمام وهبتدي بقى ايه ادي امر للجهاز علشان يشغل ايه امر اطباعة احنا قلنا قبل كده ان اي امر انا بنفزه بيكون لي خيارين في تنفيزه احنا قلنا ان المستخدمين هم بيختلفوا في اريحيتهم في التعامل مع الاوامر فيه ناس بتتحب تشتغل من على الكيبورد اوامر تكتب اوامر على الكيبورد وفيه ناس بتحب تمسك الماوس وتضغط على الامر اللي هي عايزة تنفزه فامر اطباعة عندي انا ممكن استخدم كذا طريقة اول طريقة ان انا بفتح التبويف فايل واختار الامر برينت وبعد كده ابتدي انفز المطلوب في الصندوق الحواري اللي هيصهر لي فيه من خلال الكيبورد اضغط على مفتحي كنترول مع P ال P تقيلة اللي الدايرة بتاعتها من فوق هضغط على الزرارين دولة من على الكيبورد هلاقي ان امر الطباعة تنفز طيب فيه حاجة تلتة اه فيه حاجة تلتة من خلال شريط قلنا ايه ادوات الوصول السريع انا لو حط الايكون او الاداء اللي خاصة بالطباعة في شريط ادوات الوصول السريع وضغط عليها بالماوس هينفز لي امر البرينت طيب احنا زي ما قلنا تملي لما بناخد مهارة جديدة بنحب نشوفها عملي تعالوا نشوف عملي هنشغلها ازاي ادي شيط الاكسل اللي خاص بيا اهو الورك بوك انا افكركم عايزة اعمل ايه دلوقتي انا عايزة اطبع هروح عند التبويب فايل واضغط عليه بالماوس علشان اشوف الامر برينت انا ضغطت عليه اهو هنزل ادور على الامر برينت اهو لقيته زي ما كلنا شايفينه اهو انا بشاور عليه بالماوس فتحت البرينت اهو اسملي الشاشة لجزئين دي اللي عليمين اللي انا بشاور عليها دي اسمها المعينة بيعينلي الداتة اللي موجودة في الورك بوك بتاعي او الشيط الاكسل اهيه ده البيانات اللي موجودة انا طبعا حطى صورة وردة عشان تبقى واضحة ليكم فيه هنا عندي امر برينت اهو بس انا مش هدوس عليه دلوقتي غير لما اكتب كل البيانات كابس بيطلب مني انت عايزة تطبعي كم نسخة مش انت بتروحوا المكتبة عشان تطبعوا بيسألك عايزة كم نسخة سهم الفوق يزود النسخ وسهم التحت يقلل النسخ بيطلب مني انت جهاز البرينتر اسمه ايه لو انا موصل على جهاز اكتر من برينتر فبيقول لي عايزة تطبعي على انهي واحد فيهم فبتجي اختار البرينتر اللي انا عايزة اطبع عليه بيج انت عايزة تطبعي من صفحة كم لصفحة كم برضو دي من الخيارات اللي مطلوب ان انا اسجلها اقول لي عايزة لو المستند عندي عشر صفحات عايزة اطبع صفحتين بكتب من واحد لاتنين لو انا عايزة اطبع بزود في عدد في رقم الصفحة بالاسهم اللي فوق والاسهم اللي تحت لو انا عايزة صفحة اتنين بزود السهم الاعلى لو انا عايزة صفحة اربعة او اكتب كل البيانات اللي انا عايزها برينت وان صايد انت بتطبعي على جهة واحدة في خيار يقول لي انت عايزة تطبعي ورقة وش وظهر ولا عايزة تطبعي على ورقة واحدة وبعد كده هو بيطلب مني حجم الورق اللي انا عايزة اطبع عليه وزي ما قلنا ان انا بيبقى عندي كزا نوع من او كزا حجم من احجام الورق بتاع الطباعة وبيسألني برضو اهو دي احجام الورق في عندي الليتر زي ما قلت لكم وفي عندي الافور اللي هي العادية اللي كل انا بنستخدمها وفي الاسري وهكزا اه برضو بيحددلي الهوامش لو انا عايزة اصبط الهوامش بتاعة الورقشيت اللي انا هطبعه كل دي خيارات بيطلبها مني بعد ما خلصت كل الخيارات دي بروح اضغط على ايه الامر يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي لما اجي استخدم امر الطباعة بيطلب مني كزا بيان بيطلب مني عدد النسخ انا عايزة نسخة نسختين تلاتة بيطلب مني انا عايزة اطبع على وش الورقة بس ولا عايزة وشها وظهرها بيطلب مني هل انت عايزة تطبع كيورنت بيج الصفحة الحالية ولا عايزة صفحات معينة لو انا عايزة صفحات معينة ببتجي اكتب له بيجيني خنتين من صفحة كذا لصفحة كذا ابتجي اكتب هنا من صفحة واحد لصفحة تلاتة ايه اطبع لي واحد واثنين وتلاتة في عندي اسهم قولنا جنب الخنات اللي بكت فيها الارقام الاسهم دي بيزود الرقم بتاع الصفحة وسهم التحت بيقلل رقم الصفحة سهم الاعلى بيزود العدد سهم الاسفل بيقلل العدد كمان بيطلب مني حجم الورق عشان هو يظبط المقاس بتاعه انت عايزة لتر عايزة ايفور عايزة اسري عايزة اي مقاس تاني تختري متاح ان انا اختر كمان لو انا زي ما قلنا البرينتر بتاعي انا عندي كذا برينتر متوصلين باللاب توب او بالبي سي هبتجي اقول له احدد له انا عايزة اطبع على انهي برينتر علشان يتبعلي على البرينتر اللي انا هوصفه للجهاز كمان اي تاني بيطلب مني تحديد الهوامش انت عايزة تزودي الهامش الايمن الهامش الايصر لو نتذكر مع بعض في ميكروسوفت وورد احنا درسنا السنة اللي فاتت الهوامش ازاي ازبط الهوامش بتاعتي لو انا عايزة اغير الهوامش ببتدي ايه اغيرها بالتنصيقات اللي انا عايزها وشفنا ان في المعينة بيقسملي شاشة الطباعة النصين النص اليمين بيجيبلي فيه الشكل البيان اللي موجود اللي احنا في المثال اللي شفناه من شوية صورة الوردة اللي انا كنت اخطها عشان تبين واضحة قدامنا فالجزء الايمن بيعمللي بريفيو يعني معينة للجزء اللي هيتطبع والشق الايصر فيه البيانات اللي احنا قلناها من شوية خلص تمام وكتبت اخترت كل حاجة انا عايزاها وكتبت بياناتي تمام اعلى طول او مريحة للايكون اللي فوق اللي هي برينت واضغط عليها هلاقي ان الورق ابتدى يطلع عندي من البرينتر بالشكل اللي انا نصقته طيب هننتقل دلوقتي الجزئية تانية هنشرحها اللي هي الفصل الثاني ادخال وتحرير البيانات اول مهام هنتعلمها او مهارات هنتعلمها في الفصل ده التحرك داخل ورقة العمل هي ورقة العمل محتاجة ان انا اتعلم ازاي اتحرك جواها طبعا لان احنا قلنا ان هي بتحتوي على اعمدة وصفوف والتقاء الصف مع العمود ينتج ما يسمى بالخلية فالخلية دي انا محتاجة ان انا اتحرك من خلالها يعني اروح في الاتجاه الخلية C1 في الاتجاه الخلية B2 طب ده بيتحقق من خلال ايه تعالوا نشوف كده مع بعض باستخدام اشرتة التمرير فاكرين اشرتة التمرير اللي احنا شرحناها لما شرحنا مكونات الشاشة اللي افتتحها للبرنامج اهو جيه دورها دلوقتي هنعرفها نستخدمها ازاي او باستخدام الماوس اللي هو الفقرة طب اروح لخلية طب اروح لخلية معينة ازاي قال لنا نروح بالوقوف مباشرة على الخلية المراد ازهاب اليها اقف عليها ازاي اقف عليها بمؤشر الماوس بروح بمؤشر الماوس اقف عليها وكليب كشمال يبقى اه انا دلوقتي وقفت عليها او كتابة اسم الخلية في النام بوكس اللي احنا شفناه برضو من شوية وهنشوفه تاني في شريط السيق او باستخدام لوحة المفاتيح طيب اه تعالوا بقى نشوف بقى بطريقة عملية كده مع بعض تعالوا نشوف مع بعض احنا دلوقتي عايزين نتخرك داخل ورقة العمل دي بطرق مختلفة اه انا عندي ورقة العمل اهيه انا فتحها فيها قيمة الدخل اهيه انا كتبه فيها الجملة دي عشان بس يبين ان فيه بيام ودي الورك بوك بتاعي اللي انا فتحها اهو بالشكل دو اه احنا قلنا ان انا بتخرك داخل ورقة العمل بتاعتي بكذا طريقة اول طريقة قلناها اللي هي اشريطة التمرير اهيه فاكرين اللي احنا شرحناه اشوفه انا لما سحبتها لتحت ضغطت بالماوس كليك كشمال وسحبتها لتحت اختفت قيمة الدخل لما رجعتها تاني ظهرت وده اشريطة تمرير تاني ايمن وايسر هو رحزوا ان كلمة قيمة الدخل بتتحرك وانا بحرك اشريطة التمرير تمام انا برضو بالماوس لو انا طلعت ببقرة الماوس شايفين ارقام الصفوف بتتغير ازاي لان انا بطلع بحددها بالماوس لما بحرك العجلة بتاعة الماوس او شايفين اهو في هنا كمان سهم صغير كده باين جنب اشريطة التمرير ده برضو بيحرك لي اه ورقة العمل الصفوف والاعمدة بتاعتها طول ما بدوس عليه هو بيجيب لي الاجزاء اللي مش واضحة من اه الصفوف والاعمدة دي السهم اللي اعلى وبصوا لاحظوا انا كل ما بدوس عليه كل ما بيجيب لي اه الصفوف اللي مش ظهرة عندي على الشاشة اه يبقى احنا تعلمنا ان من خلال اشريطة التمرير اهو زي ما شفنا مع بعض ان هي بتجيب لي الاجزاء اللي مش واضحة عندي اه في اه شية الاكسل او في ورقة هنا زي ما قلتلكم ان انا بقف هنا هو في الجزء دو البوكس دو اللي موجود في شريط الصيغ اهو وابتدي اكتب اسم الخلية اللي انا عايز اروحها بلاقي ان هو بمجرد ما بقف هنا شايفين هنا مكتوب ايوان عشان انا وقفة في الخلية ايوان في سهم صغير اهو انا بفتحه بيفتح النيم بوكس النيم بوكس دو انا بقدر ان اكتب فيه اسم الخلية اللي مباشرة بمجرد ما انا ما بكتب اسم الخلية ودوس انتر هلاقيه ان هو راح عندها اي دي انا كتبت N6 الخلية شايفين اهو مكتوبة اهو N6 اهي فمعنى كده هو N الصف 6 اهو والعمود N راح على طول وقفلي في الخلية اللي انا كتبت اسمها بالضبط كده زي انا ما كتبت له يبقى فعلا انا عرفت ازاي ان انا اكتب اسم الخلية وازاي ان هو اللي انا عايزة اوصل لها وازاي هو اوتوماتيك على طول مجرد ما دوس الانتر على طول ابص لقيه وداني للخلية اللي انا عايزيها طيب تعالوا نشوف مع بعض تغيير اتجاه ورقة العمل هنقف هنا شوية ونتكلم ونقول هو انا ليه بضطر او ليه انا بحتاج ان انا اغير اتجاه ورقة العمل كتير جدا لما بنكون قاعدين في المعمل وبناخد تمرين وبنقول للطلبة اكتبوا بنقول لكم يعني اكتبوا التمرين ده على الشاشة نبص لكم يا استاذ يا استاذة احنا عمود الايه جاي من ناحية الشمال واحنا بنكتب عربي صح؟ طيب تمالي الوضع الاستاندر اللي هو بيبقى عليه ميكروسوفت اكسل بيبقى العمود ايه جاي جهة اليسار مش احنا قلنا ان فيه تيمبلت بتبقى جاهزة انا بعملها او البرنامية بيعملها دي من ضمن دي من ضمن التجهيزات اللي انا بجهزها علشان اعمل تيمبلت خاص بيا ان انا اقول لك جهاز الاوامر اديله امر لا انت اول ما تبتدي في التيمبلت اللي انا عاملها دي خليلي اتجاه الكتابة ناحية اليمين طيب عشان يخلي اتجاه الكتابة ناحية اليمين يبقى لازم يبتدي ترقيم العمود ايه من جهة اليمين يبقى وهيخلي برضو ترقيم الصفوف جهة اليمين علشان اجي اكتب تمرين باللغة العربية اكتب هضيف تقرير جنب جدوى اللي انا عاملها في شيت الاكسل برضو يبقى بادئ من الجهة اليمين فاحتاجنا ان احنا نحط هذه المهازيه المهمة او هذه التولز في الميكروسوفت اكسل عشان نغير اتجاه الكتابة عشان لما اجي اكتب عربي ما بقاش اكتب عربي وبدأ من اليسار لا اكتب عربي ابدأ من اليمين لكن لو انا بكتب حاجة ان انجلش لا قريدي طبعا ان انا هبتدي جهة اليسار طيب تعالوا بقى نشوف هنا قالنا لتغيير اتجاه ورقة العمل فيه تبويب عندي اسمه هنختار منه مجموعة اسمها الشيط اوبشن من الشيط اوبشن دي هاختار ايكون اسمها الشيط رايت توليف تعالوا بقى كده شوف شكلها هعمل ازاي اهي الشيط رايت توليف ده اللي انا بشاور عليه ده شكل الايكون الخاصة بتغيير اتجاه ورقة الكتابة اللي انا بجيبها من اني التبويب التبويب بيج لايت تعالوا مع بعض نشوف ده عملي عشان انا عارفة انكم بتحبوا ان احنا نشتغل مع بعض عملي بصوا هنا اهو ادي الوركشيت بدايتهم من الجهة اليسرى اهو العمود ايه اهو والترقيم وانتو سري فور جاية كلها من الجهة اليسرى وده دفتر العمل اللي انا شغله عليه اه الطبيعي طبعا لو انا بكتب بالعربي اكيد ان العمود ده هيجي في الجهة دي في الجهة اليمين عشان انا ابتدي اكتب جهة اليمين اه نرحص كلنا ان الكرسل وقفة في اي وان فبلاقي ان مكتوب هنا في شريط الصيغ اي وان اسم الخلية اه ادي التبويب بيج لايت اهو انا فتحته ادي الايكون اللي احنا شرحناه من شوية شيط رايت وليفت شيط رايت شوف اتجاه السهم الجهة اليسار علشان كده العمود ايه جاي جهة اليسار اه طيب لو انا عايزة العمود ايه جي ناحية اليمين بقفة على الايكون دية زي ما احنا شايفين كده وضغطت عليها ايه اللي حصل العمود ايه انتقل من جهة اليسار وبقى موجود في جهة اليمين مش بس العمود ايه الصفوف كمان بدل ما كان الترقيب من هنا وانتو سريه لا الترقيب بتاع الصفوف بقى هنا من خلال تنفيذ الامر ده بصوا لما دغطت عليه تاني اللي حصل رجع العمود ايه جهة اليسار تاني تمام كده هو طيب اه تعالوا مع بعض كده هو نراجع اللي احنا قلناه اه قلنا ان التبويب بيتج لايت بنعمل منه ايه بنغير اتجاه ورقة العمل حد شاطر دلوقتي يقول لي ده احنا اول مرة نفتح تبويب غير التبويب فايل برافو عليكم احنا انتقلنا دلوقتي من التبويب فايل خلاص احنا شرحنا كل المهام اللي موجودة فيه اللي ازا كنا هنراجع على بعض الاجزاء في الحلقات القادمة ان شاء الله ولكن احنا فعلا انتقلنا لمهارة جديدة مش موجودة في التبويب فايل موجودة في التبويب ايه بيتج لايت اللي احنا غيرنا اتجاه ورقة العمل من ان هي تبتجي من اليسار الى اليمين طب لو ضغطت عليه مرة تانية الايكون دية اللي هي اسمها ايه شيط رايت طولف هابصت لقي ان رجعت تاني ورقة العمل جهة اليسار يبقى ممكن ان انا احولها وممكن اه لليمين وممكن احولها لليسار بكل سهولة وطبعا قلنا جهة اليمين عشان ابتدي اكتب لغة عربية جهة اليسار لو انا بكتب شيء ان انجليش تعالوا معنا بقى هنا نشوف ادخال البيانات النصية والرقمية في خلايا ورقة العمل يهمني تعرفوا ان فيه ثلاث انواع من البيانات بدخلها على شيط الاكسل او الوركبوك اول حاجة بيان عندي اسمه بيانات نصية او حرفية تعالوا مع بعض نشوف دي بتحتوي علي قالنا ان البيانات النصية او الحرفية اللي احنا بندخلها على الخلايا هي مجموعة متتالية من الحروف والمسافات ايه ده هي المسافات بتتحسب طبعا بتتحسب والارقام بيتعرف عليها البرنامج كنص ايه ده نص ازاي هو مش حضرتك لسه ايه لدلوقتي ان فيه ارقام ايه فيه ارقام طب ازاي نص هقولك ازاي نص لانه لا يسمح باجراء على عمليات حسابية عليها يعني انا لو دخلت ترقيم واحد اتنين تلاتة اربعة ده يعتبر نص لانه هو مش هيعمل عليها عمليات حسابية يبقى عرفنا ازاي الارقام تعتبر نص يبقى الارقام تعتبر نص في حالة ان انا مش هجري عليها اي عملية حسابية طب تعالوا نشوف البيانات التانية بيانات رقمية تعالوا نشوف هدي ايه هي التي تتضمن ارقام ارقام طب ما احنا لسه قيلين ارقام فوق وقلنا عليها نصية ازاي هنا قلنا عليها رقمية هقولك ليه قلنا عليها رقمية تعالوا بس نشوف هي التي تتضمن ارقام او تواريخ يسمح البرنامج باجراء عمليات حسابية عليها يبقى فرق بين البيانات بين الارقام النصية والارقام الرقمية ايه ان الارقام النصية لا يسمح البرنامج باجراء اي تعديلات او اي عمليات عليها ينفع بس ان انا الونها ان انا اكبرها اصغرها لكن عمليات حسابية لا انما عمليات تنصيقية ممكن طب البيانات الرقمية الارقام انا بجري عليها عمليات حسابية بعرفنا الفرق السيخ السيخ دي السيخ دي بتكون باجراء عمليات حسابية على القيام في ورقة العمل زي ما قلنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده وقلنا المعادلات والصيغ والدوال ودي بتبقى متخزنة داخل البرنامج طب نرجع مع بعض علشان المعلومة تثبت معنا ان احنا قلنا البيانات اللي انا بدخلها بتنقسم لتلات انواع من البيانات بيانات نصية نقول كده واحنا متطمنين لا يمكن اجراء العمليات الحسابية عليها بس في عمليات من نوع اخر ممكن ان انا اعملها عليها زي ما قلنا التنسيقات تكبير الخط تصغير الخط تلوين عمل تزليل كل التأثيرات دي اللي انا بعملها على النص ممكن ان انا اعملها عليها دي البيانات النصية طب البيانات الرقمية لا دي بيانات بجري عليها عمليات حسابية ارقام وتواريخ بجري عليها عمليات حسابية الصيغ زي ما قلنا صيغ ومعادلات ودوال بيكون ايه متخزنة داخل البرناميكو تعالوا بقى ننتقل لبسئية جديدة هنقولها مع بعض دلوقتي وهنشرحها وهنلاقينا بنحتاج ان احنا نستخدمها كتير في حياتنا العملية الاكمال التلقائي اللي هو اسمه اوتو كومبليت تعالوا بقى نشوف مع بعض ده الاوتو كومبليت ده عبارة عن ايه قلنا اننا يمكن كتابة اول حرف من الكلمة في الخلية التي تقع مباشرة اسفل القائمة المدردة فده ظهر باقي الحروف محددة يعني انا لو كتبت قيمة فيها كذا بيان وجيت بعد كده بقرر نفس البيان ده الجهاز لوحده كده او البرنامج لوحده كده هيعرف ان انا عايزة البيان ده هيقرأ افكاري يعني ايوه طبعا ده برنامج زكي وهنشوف مع بعض ازاي ده هيحصل عشان اقبل اقبل الاكمال التلقائي هضغط على زرار الانتر طب لو انا عايزة استبداله مش عايزة كلمة دية هتابع الكتابة طب لو انا عايزة احزفها مفتاح الباكي سبيس طب تعالوا بقى مع بعض لان الجزئية دي جميلة وانتو بتحبوا تتعلموها في المعمل وبتحبوا تعملوها كتير اه دي وورك بوك انا فتحية هقف عند الخلية خلوا بالكم ان احنا غيرنا اتجاه ورقة العمل من التمرين اللي فات اللي خدناه اه انا باجي هنا كتبت ايه كلمة ايرادات تحت كتبت كلمة مصرفات اه هنا هكتب مستحقات طب انا اه هكتب اجور برضو زيادة بصوا بقى ركزوا معي هنا جيت انا وقفت في الخلية الجديدة اهي هكتب ايرادات بصوا اول ما كتبت اول حرفين من كلمة ايرادات كمل لي الكلمة وده اللي احنا بنقوله الاكمال التلقائي هو الجهاز استشعر ان انا كتبت الجملة دي قبل كده او الكلمة دي قبل كده فهو راح ايه كملها لي دست انتر كتبها كلها شايفين جيت اكتب مصرفات راح هو استشعر وكتب لي بقية الكلمة طب انا مش عايز اكتب مصرفات افرقوا انت عايز اكتب كلمة مصر مش مصرفات اعمل ايه اقوم مسحة الكلمة وابتدي اكتب الكلمة الجديدة اللي انا عايزيها تمام طيب يبقى ده نرجع تاني ده اسمه ايه الاكمال التلقائي الاوتو كومبيلي يبقى فيه تلات حالات في الاكمال التلقائي عشان اقبل الاكمال اضغط انتر زي ما احنا شايفين كده عشان استبدلها اتابع الكتابة زي ما كنت بكتب كلمة مصروفات اول ما كتبت كلمة مصرو راح جايب لي كلمة كلها لو انا مش عايزة عايزة اكتب كلمة مصر مثلا بس هو علشان عنده فيه زكاء الكتروني عنده او عنده بيتبع الاكمال التلقائي فهو اكمل الكلمة لو انا تبعت الكتابة مصر بلدي مثلا هيكتب لي الجملة اللي انا عايزها لو عايزة احذف انا مش عايزة الجملة فبضغط على البيت اسبيس طيب اه تعالوا معنا نشوف بقى يعني ايه الانتقاء من القيمة فيه حاجة عندي اسمها بت لست بت لست دي لما انا لما اكون عاملة قيمة منفزة قيمة عندي على الورك شيد بتاعتي وعايزة ان انا اختار منها بعض البيانات فمديني الخاصية دي تعالوا معنا نشوف عملي ازاي هننفز دو علشان المعلومة تثبت معنا اكتر هاجي هنا اجي الوركبوك اللي انا شغل عليه هقف عليه بالشكل ده على الخلية اللي انا عايزة اشتغل عليها هكتب البيان بتاعي اهو انا شغل على البيانات بالشكل ده كتبت ارادات مصروفات ضرائب زي ما انا شايفة كده اه نكتب ايه تاني ايوة تمام كده مرتبات خوافز خلاص انا كتبت البيانات اللي انا عايزاها اهي ارادات زي ما احنا شايفين جت وقفت على كلمة ارادات ودبل كليك هلاقي حاجة اسمها بيك دروب شايفينها ضغطت عليها ايه اللي خصل لما بجي افتح بعد كده طلع لي البيانات اللي كلها اللي موجود ده اللي انا كتبتها كلها يعني في الخلية الوحدة طلع لي البيانات اللي انا كتبتها كلها اقدر اختار يعني انا غيرت اهو غيرت البيان واخترت بيان تاني لو جيت وقفت اهو عند مصرفات وفتحتها ورحت عن بيك فروم اهي اللي حصل اللي حصل ان هي طلعت لي كل البيانات اللي انا كتبها اهي اخترت منها البيان اللي انا عايزي وبكده ده بيبقى أنا نفست إيه الانتقاء من القيمة زي ما قلنا آآ تعالوا الراجع مع بعض كده تاني إحنا قلنا إيه الانتقاء من القيمة لما أنا أكون آآ كدب قيمة فيها كذا بيان زي ما شفنا كده هو إيرادات مصرفات أجور آآ حوافز تمام كدبهم تحت بعضهم كده فعموت أنا دلوقتي عايزة أخطار واحد منهم أنا دلوقتي لما كتبتهم تحت بعض عايزكم تاخدوا بالكم الحالة إحنا هنا بندي أمثلة بسيطة لكن في الحياة العملية هنبص نلاقي بيانات كتيرة جدا يعني حد هيقول لي طب ما أنا سهل جدا إن أنا أمسح إيرادات واكتب مصرفات سهل جدا إن أنا أمسح أجور واكتب حوافز لا في الحياة العملية بتبقى بنود كتيرة جدا يعني لما يكون فيه ميزانية وفيها كذا بنت بتبقى أو أصناف وفيه كذا صنف أو ترقيمات وفيه ترميز لسلعة وفيه كذا رمز فبضطر إن أنا بلاقي عندي كم هائل من المدخلات ومن البيانات فالطريقة دي اللي إحنا بنقول عليها بيك فوروم دروب داون لست بيك فوروم دروب داون لست اللي أنا قلتلكو عليها موجودة في القايمة اللي أنا لما بقف على البيان واعمل كليب كايمين بيطلع لي في القايمة المختصرة لما باختار الأمر ده بيديني كل المدخلات اللي أنا دخلتها في الحياة العملية هكون ميت مدخل ميتين مدخل فببتدي أختار البيان اللي أنا عايزة أشتغل علي وبكنا عرفنا يعني إيه الجزئية اللي خاصة بالانتقاء من القايمة تعالوا بقى هنا هو نشوف في حاجة جديدة هنتعلمها اسمها تكوين سلسلة خلايا باستخدام مقبض التعبئة التي تشكل تتابعا منطقيا طيب تعالوا نشرح الكلام ده يعني إيه يعني إيه تكوين سلسلة من الخلايا خلوا بالكم لما تسمع كلمة سلسلة يبقى عرف أن هي حاجات مترتبة وراء بعضها ترتيب منطقي مفيش فاصل بينهم يعني إيه يعني كتبت واحد يبقى بعديه اتنين تلاتة اربعة فرق بينهم إيه رقم فيه سلسلة تانية بابتديها من اتنين أربعة ستة تمانية يبقى فيه فرق سابت السلسلة بيبقى فيه فرق سابت ما بين الرقم والرقم اللي بعده أو الرقم اللي قابله سواء كان الفرق ده رقم واحد رقمين تلات رقم المهم إنه هو فرق سابت يعني ما ينفعش أقول إيه اتنين أربعة تمانية اتنين أربعة تمانية يجب ما بقيتش سلسلة اتنين أربعة فيه رقم ستة واقع لأن كده فيه فيه فرق بين كل رقم لازم أثبت الفرق ما بين الأرقام سواء الفرق ده كان رقم رقمين ثلاثة خمسة ستة أيا كان الفرق ولكن يجب أن يكون الفرق سابت ما بين الرقم والرقم الذي يلي ده بنسميه سلسلة طب هل تطبيق ميكروسوفت اكسل ممكن يعملي كده؟ اوتوماتيك من غير ما أنا ما بكتب بأداية في الخلايا في الخلية الأولانية هكتب اتنين هنزل بسهم الموس أو بأسهم الكيبورد عندي سهم الأسفل واكتب أربعة وكلام ده وأكمل بقية السلسلة هل هو التطبيق ممكن أن هو يعملي الخاصية دي؟ تعالوا مع بعض نشوف هينفع ولا مش هينفع؟ هذه الصفحة الشيط بتاع الأكسل اللي أنا عامله باجي أقف زي ما أنا شايفة كده في أول خلية كتبت واحد نزلت تحته هكتب اتنين نزلت تحت كتبت تلاتة بصوا معي بقى لو أنا حددت التلات خلايا دوية وجيت في الرقم الأهمن ده لغاية ما شاكل الموس بقى زي ازاي ما احنا شايفين كده أهو شايفين شاكل الموس بقى زي ايه دي ازاي ضغطت وسحبت ضغطت بكل كشمال وسحبت لقيت اللي حصل لقيت ان هو كون لي سلسلة لوحده أهو لغاية آخر خلية أنا وقفت فيها ولو كملت لتحت هيكمل لتحت معي طيب يبقى فعلا ميكروسوفت اكسل بيتحلي هذه الخاصية ان هو بيعمل لي سلسلة من الأرقام المتتبعة تمام طيب تعالوا نشوف بقى حاجة اسمها التعبئة التلقائية اوتوفيل انا بدياكم مثال هنا هو تعبئة تلقائية لأيام الاسبوع او اسماء الشهور ولكن مش دي كل التعبئة التلقائية احنا بس بندي مثال انتوا ممكن تعملوا تعبئة تلقائية لاي بيانات متسلسلة انتوا عايزين تعملوها تعالوا مع بعض كده هو نشوف التعبئة التلقائية دي لو انا جيت كتبت هنا السبت وبعدين شايفين شكل المو سأخليه في الركن كده لغاية ما يجي علامة زائد زي ما انتوا شايفين كده هضغط بسهم المو الشمال واسحب لغاية الآخر إلا خصل زي ما احنا شايفين لقيته كتب لي ايام الاسبوع كلها طب هو عارف منين طبعا الجهاز او البرنامج متخزم في هذه شايفين شايفين كتبت يناير وصحبت التحت جاب لي ايه اسماء الشهور كلها جربنا في اسماء الاسبوع وجربنا في اسماء شو طب لو كتبنا ان انجليش يا ترى هيعرف sun يعني sun day هاجي في الركنة كده لغاية مشاكل العلامة تبقى زائد اضغط ضغط الشمال واسحب من الموس هلاقيه كتب لي sun day monday tuesday wednesday saras day friday ويرجع يكمل sun day من الاول تاني يبقى انا كده هو وخلو بقى لكم سواء صحبت يمين او يسار او اعلى او اسفل هيعمل لي نفس النتيجة وهيديني نفس النتيجة زي ما احنا شايفين كده بس اهم حاجة ان احنا نكون فين وقفين عند المكان الصح ده اه برجع معاكم ازاي بغير اتجاه ورقة العمل لان هي هنا جاية ناحية اليمين فبفكركم ان احنا غيرناها في التمرين اللي فات من sheet right to left و left to right طيب تعالوا بقى اه نراجع مع بعض كده هو التعبئة التلقائية اللي هي اوتو في اللي دي اه اه احنا لما ابتدينا نكتب ايام الاسبوع السبت وبعد كده صحبنا ضغطنا وصحبنا لغاية اخر خلية علشان ان هو يكملي بقيت ايام الاسبوع حد هيسألني طب هو الجهاز عرف منين الجهاز مش هو اللي عرف البرنامج الميكروسوفت اكسل بيبقى متخزن عليه ازاي اعمل اوتو فيل او ازاي ان انا اسجل الاوتو فيل او اضيف البيان اللي انا عايز اضيفه عشان يعمل معي الاوتو فيل وفي التمرين الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نغزي الاكسل بالاوتو فيل البيانات اللي احنا عايزين نعملها علشان لما استدعيها الاقيها موجودة معي طب الاتو فيل دي احنا عملناها ايه عملناها الايام الاسبوع زي ما شفنا مع بعض عملناها الاسماء الشهور وكمان عملناها بالعربي وانجلش ايه لقينا نفس المهمة بتتنفذ هي بفكركم ان احنا بنكتب اول بيان زي ما كتبنا السبت كده بعد كده بحدد الخلية باجي فرقنا الخلية لغاية مشاكل الموس ياخد علامة الزائد الصغيرة دي بضغط كليكة شمال من الموس كليكة شمال من الموس وبسحب في اي اتجاه انا عايزاه سواء اتجاه افقي سواء اتجاه رأسي هينفذلي الامر اللي انا عايزاه طيب تعالوا نشوف نراجع كده مع بعض الاكمال التلقائي الاوتو كومبيليت اللي احنا خدناه من شوية وقلنا ان انا لما بدخل بيان لما بدخل بيان على شيط الاكسل وبعد كده هو انا بحب ان انا البيان دو قررته تاني ومش عايزة ان انا اكتبه تاني فمجرد ان انا بكتب اول حرفين من البيان دو على طول هو بيكمل معايا في عندي تلت حالات لو انا عايزة البيان دو يتسجل بدوس انتر لو انا عايزة البيان دو ما يتسجلش ممكن ان انا احزفه بالباكس بيس لو انا عايزة البيان دو اكمل عليه بيان اخر ومش عايزة البيان دو باستمر في الكتابة خدنا الانتقاء من القيمة اللي هي البيكليست لو انا كدب قيمة فيها بيانات او فيها اصلاف عديدة بقف عند اول صنف وكليك كايمين بالموس واختار بيكليست اللي احنا تعلمناها واختار المدخل اللي انا عايزة ادخله خدنا تكوين سلسلة خلايا وعرفنا سلسلة الخلايا دي ان انا لما بكتبها في الخلية وان تو سري وابتدي ان انا احدد التلات خلايا اللي كتبت فيهم التلات ارقام لغاية زر الموس بتاعي مؤشر الموس ما يبقى علامة زائد اضغط واسحب لتحت فهيكون لي السلسلة دي سلسلة الفرق بين كل رقم واللي قبله ورقم واحد بس وقلنا ان احنا ممكن نعمل الفرق رقمين لو كتبت اتنين اربعة ستة وحددتهم ويجيت في ركن الخلية لما شكل الموس بقى علامة الزائد وضغطت عليه وسحبت التحت برضو هيكون لي سلسلة ولكن فرق الارقام بتاعتها رقمين بزي السلسلة اللي قابليها اللي كان الفرق واحد بس خدنا بعد كده الاوتوفيل ان انا بعمل طابقة تلقائية ان لأيام الاسبوع مثلا خدنا مثال بالعربي وانجلش وخدنا الشهور وكتبناها كتبنا شهر يناير وجينا ضغطنا وصحبنا باتجاه رأسي او باتجاه افقي لقيت وكملي اسماء الشهور انا حبيت اجيب لكم التلات مهارات دولة تحت بعض كده عشان كتير منكم بيتلخبط فيهم او بتتدخل المعلومات مع بعضها فعشان تفرقوا ما بين كل مهارة والتاني طيب تعالوا بقى نشوف اضافة القوائم المخصصة فاكرين لما انا قلتلكم لما كتبنا ايام الاسبوع السبت والحد والاتنين وبعدين هو كمل فانا قلتلكم انتوا سألتوا هو عرف منين ايام الاسبوع ده جهاز مفروض ان هو يعني انا اللي بديله الاوامر مش هو اللي بيبقى عارف المعلومة فقلتلكم ان انا بعمل حاجة اسمها قوائم مخصصة باغذي بيها الاسل علشان لما بحتاجها بلاقيها بعد كده تعالوا بقى مع بعض نشوف عملي ازاي هنعمل القوائم المخصصة ادي شيط الاسل قدامي بالشكل ده زي ما احنا شايفين القائمة المخصصة من التبويب فايل هفتح التبويب فايل وهروح عند اه اه اوبشن هاختار اوبشن ومن اوبشن هروح عند ادفانتس ومن التبويب ادفانتس اهو قدامي اهو هبتدي ادور على التبويب اللي اسمه جينرال انا بفضل امشي بالموس بالشكل ده لغاية ما وصل عند جينرال زي ما انتو شايفين كده عند جينرال هاختار اه ايدت كاستوم لست ايدت كاستوم لست هبتدي ان انا اقف هنا في الجزء الايمن وابتدي اكتب ايام الاسبوع او اي او اسامي الشهور اللي انا عايزيها وبعد ما بتدي اهو انا وقفت اهو في الجزء ده بتاع الموجتوب ايدت هبتدي اكتب ايام اه الاسبوع اللي خاصة بيا او ايام الشهور كتبت يناير بعد كده فبراير بعد كده مارس ابريل لغاية ما خلص كل اسماء الشهور اللي عندي اهو بالشكل ده بعد ما كتبتها بالشكل اللي احنا شايفين ودوه هروح هنا وادوس على الات وبعد ما ادوس على الات هبص لقيها اتنقلتلي للجزء التاني وبعد كده اقول اوكي طيب اعرفنا مع بعض اهوه ازاي بعمل قيمة مخصصة بادينا اه لأي بيانات انا عايزها اه اتمنى ان تكون حلقة النهارده او دروس النهارده او مهارات النهارده ان شاء الله تكونوا تتقنوها وتجربوها بنفسكم اه وان شاء الله هنعمل مراجعة على اللي احنا خدناه الحلقة الجاية ساعدتوا بصحبتكم جدا طلاب الاعزاء طلاب التعليم الفني والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله اشتركوا في القناة